كل السبول تؤدي إلى مدينة المحمدية فموقع الهام جعل منها واحة هدوء قريبة من مراكز القرار السياسي في الرباط والمال والأعمال بالدار البيضاء ليست الأوراش الكبرى أو تهيئ الحضائق ما يشغل عموم قاطن مدينة الزهور شريحة مهمة من هذا المجتمع أفصحت عما يخالجها من إحساس بالتهميش وإبعادها عن ركب الاهتمام شخص المعاقرة مسكينة راحلة يعني هي ماشي ما يقوس منها هو يعطيه ولكن خصوه اليد اللي تساعده مش يعطيه يعني هاتش شخص لدرنالي واحد المركاج وتكون فيه أو استقل بيداته يقدر يعطي إن شاء الله كأم رك تتعيش المعاقر كطيفل تتعيش وسط له يعني راتوا عنده حق في التامدروس عنده حق في العيش الكريم عنده حق في الترويض عنده بزاف دي الحقوق اللي هي مهضومة بعيدا عن تحضيرات الأحزاب في سياغة البرامج الانتخابية نون النسوة جمعتهن تحت سقف جمعية المجد للنساء في وضعية إعاقة لتقاسم همومهن اليومية سألنا عن تطلعاتهن من الاستحقاق الانتخابي فكان الجواب ولفنا أن الموت رشيح يجيك يدق عليك يعطيك ورود يكون كائن وكائن وكائن يعطيك واحد لائحة طويلة كل ما مكتوف فيها كان يمزعي عاقة كل ما مكتوف فيها في وضعية حسيات خاصة كل واحد ما يكتب ولكن واش يطبقها ما يطبقه واش شي شي حاجة متوفرة يعني من حيط طبيين ومعنويين وكل شي زمان يعني في مجال خدمة وذك شي كالقاء وصعوبات ذك شي اللي يجرحوني بي نتحداه ونبين أنني رأني قادرة بزفت الحويج وهو ما تحقره مطالب موجهة للأحزاب السياسية بتخصيص حيث مهم في برامجهم الانتخابية والوفاء بها برامج تهم إنشاء أولوجيات بالمؤسسات العمومية الخاصة بالأشخاص في وضعية إحاقة وتسهيل إدماجهم في المنظومة التعليمية والاهتمام بالخدمات الصحية والنقل وتفعيل قدراتهم على الخلق والإبداع بدعم ذاتي اختارت السيدة زهراء بيتها لاستقبالهن على أمال أن تثمر نتائج الانتخابات عن تحقيق مطالبهن وإدماجهن في القضايا التنموية التي تهم البلاد باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذا المجتمع نبيلا كوميمي دريس بن عيسى ميديان تيفي المحمدية ترجمة نانسي قنقر